أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين رب شرح لي صدري ويسلي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بداية أوجه تحية اعتزاز وإكبار إلى أحبتنا وأعزتنا وأبنائنا إلى بناة الوطن إلى عزه إلى دعامته إلى عماده إلى شبابنا الجامعي المضحي إلى الأحب المعتقلين تحية من أهل الحب والتقدير والاحترام والاعتزاز إلى المعتقل العزيز شوقي رضي وإلى المعتقل العزيز جواد المحاري وإلى المعتقل العزيز يوسف أحمد وإلى المعتقل العزيز جاسم الحليبي وإلى المعتقل العزيز جاسم المخوضر وإلى المعتقل العزيز محمد تقي وإلى المعتقل العزيز محمد الفردان وإلى أخينا المصاب المضحي محمد عبد المهدي تحية لكم جميعاً أيها الأحبة وأنتم خلف القضبان ففي الذكرى ترتسم أمامنا صورة ناصعة مذهلة لثلة من الشباب المؤمن بدينه ووطنه وقيمه وحريته وكرامته شبابٌ خرج كما خرج الملايين من أبناء أمته فيما يسمى بالربيع العربي مطالباً بالديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة فبالشباب كل الشباب في كل الأمة صنعت الثورات العربية وهم من قادوها وتبقى مسؤوليتهم باقية في صناعة التحولات السياسية والمساهمة في صناعة واقعٍ جديدٍ لبلدانهم وأمتهم شباب البحرين كشباب الأمة العربية الآخرين هم وقود هذا الحراك وهذه الثورة وبهم انطلقت وبوعيهم وعنفوانهم تكلَّلت الكثير من الخطوات بالنجاح قدَّموا الكثير من أجل وطنهم وحريتهم ومن أجل عدالة شعبهم وكرامته ولكن هل السوء والبلطجة عملوا على تشويه صورتهم الناصعة وما أحداث الجامعة إلا دليلٌ على ذلك أريد لهذا الحدث حدث الجامعة كفعلٍ استفزازيٍ أن يشوّه صورة الوحدة الوطنية أن يشوّه صورة من تواجدوا واجتمعوا هناك في الدوارة آنذاك أريد لهذا العمل الاستفزازي أن يؤلِّب بعدًا طائفيًا مقيتًا للقيام بأكبر جريمةٍ بحق مجتمع البحرين وهي جريمة تقسيمه أو انقسامه عملوا من خلال حدث الجامعة على تشويه صورة هذا الحراك نصاعته بياضه وسلميته وأرادوا وصمه بالطائفية وبالعنف لكن شبابنا كل شبابنا المعتقل منهم وغيره فوّت عليهم هذه الفرصة فجراح أحداث الجامعة باقية ستشهد على حكمة ووعي هذا الشعب وبلطجة من دبرها وغطاها ودمر مستقبل ودمر مستقبل شبابنا واعتقل منهم من اعتقل وأصيب منهم من أصيب فيها إن حكمة ونُضجة ووعي الشباب الجامعي والمعارضة والشعب في أحداث الجامعة دفعت عن البحرين الويلات التي أُثيرت من أجلها وأُريد الوطن أن ينجرف فيها أرادوا الاعتداء على عرض فتياتنا هناك فكان شبابنا بوعيهم المصد والحامي لعرض هؤلاء لعرض الوطن كل الوطن من بلطجة من أراد الفتنة في الذكرى اليوم نؤكد على دور الشباب ومكانتهم على ما قدموه لبلدهم وشعبهم من تضحيات تحملهم المسؤولية في الاستمرار في عملهم النضالي الجهادي وفي المحافظة على سلميتهم نحن هنا وفي الذكرى نريد لشبابنا أن يتبنوا أن يؤمنوا أولاً وأن يتبنوا أفضل النماذج في الحفاظ على الشباب ودوره وفي مستقبل الشباب فلا نريدهم كما حدث للشعوب الأخرى كسوريا الذين تحولوا إلى أرقام ضمن عداد الموتى يومياً في ظل اللعبة الكبرى التي أريد لهم فيها أن يدخلوا في دوامة العنف الذي خلف مئات الآلاف من القتلى ولم تتغير المعادلة السياسية نريد لشبابنا أن يكونوا أرقى أوعى أفهم من أن ينجرفوا وراء دعوات هنا أو هناك تضيع البوصلة أنتم بسلميتكم أنا ذاك وفي حدث الجامعة وما أريد له حافظتم على هويتكم حافظتم على نصاعة ثورتكم اليوم يجب أن يستمر أن تستمر هذه المحافظة أن يستمر هذا النهج السلمي الواعي بوعيكم بقدرتكم بفهمكم بعلمكم تستطيعون أن تحافظوا لا نريد لكم أن تكونوا كباقي الشعوب تنجرفوا في متاهة عنف أو ما شبه ذلك فتكون الويلات ونخسر شبابنا ويخسر الوطن كل الوطن نعم نحن نريد شبابا مناضلين ومضحين وقد نريد شهداء أيضا إذا تطلب الأمر ولكن نريد شبابا يشكلون عماد البناء والتنمية والعطاء والعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي أرادوا تجهيلكم أرادوا تصغيركم أرادوكم أن تكونوا على الهامش من قبل ولا زالوا يعملون على ذلك لا تتوقعوا أنهم يريدون خيرا لكم يتمنونكم أن تكونوا جهلة لا يحبذوا حاربوكم حدثان حدث السلمانية وحدث الجامعة كان فيهما عنصر التمييز وعنصر البلطجة عامل مهم في تركيعي وإخضاعي هذين العنصرين عنصر الأطباء الكرام الأفاضل وعنصر طلاب الجامعة لماذا نقموا من الأطباء؟ لأنهم عرفوا بأن هؤلاء بمكانتهم العلمية برقيهم أناس لهم الصيط ولهم الاحترام وهم متقدمون على جهلهم جهل الآخرين على بلطجتهم فلذلك عمدوا إلى إهانتهم وإخضاعهم وإذلالهم والتمييز ضدهم وذهبوا إلى الجامعة كذلك بذات الأسلوب وبذات المنهج فحذاري أن نخضع لتجهيلهم أن نخضع لتمييزهم أن نخضع لعملهم الدنيء في حرف بوصلتنا في حرف سلميتنا في حرف وعينا ومقدرتنا على الحفاظ على ثورتنا من أجل نيل مطالبنا إن شاء الله في القريب العاجل نعم نريد شبابا مناضلا سلميا في ساحات النضال عبر التظاهرات السلمية والفعاليات السلمية ولكنه أيضا في ذات الوقت مستعدا أن يكون وزيرا ومعلما ومهندسا وطبيبا ورجل سياسة في المستقبل نحن لا ندعو أن يخرج أبنائنا وشبابنا فقط في المسيرات وأن يهتفوا وأن يصرخوا وهم في جهل وفي سبات لا نريد لهم أن يكونوا أهل النضال وأهل الجهاد وأهل العمل من أجل مستقبل البحرين من أجل بناء البحرين أن يكون الوزير في المستقبل وأن يكون المهندس الباني لهذا الوطن وأن يكون المعلم والمربي لهذا الوطن هكذا نريد لأبنائنا ولطلابنا أن يكونوا لا نريد لهم أن يخضعوا لتجهيل الآخرين نريد لشبابنا أن يعمل بهدف برؤية ناصعة أصيلة بمشروع أصيل قويم وأستطيع أن أجزم أن هذا المشروع وهذه الرؤية وهذه الأصالة تتوفر اليوم في خطاب آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وفي خطاب العلامة السيد الغريفي وفي خطاب أمين العام حفظهم الله جميعا نعم نريد لشبابنا أن يكونوا أقوياء أقوياء بدينهم أقوياء بالتمسك بقيمهم أقوياء بالمحافظة على مبادئهم أقوياء أمام بلطجة النظام أقوياء أمام بلطجة الآخرين الذين يريدون إخضاعهم والتمييز ضدهم لا تخضعوا لسياسة الترهات التي تقول لا مستقبل لكم بحثوا عن عمل آخر لا تواصلوا دراستكم عملوها في الثمانينات أخرجوا الكثير من شبابنا من صبيتنا من مدارسهم لأنه لا مستقبل لهذه الطائفة اليوم في هذا الوطن لن تحصلوا على أعمال فالطالب ببساطة وبعض الأوقات بسداجة يترك الدراسة يقول أنا أروح أشتغل حمالي أفضل لي من أن أنا أواصل دراستي وخسر الكثير الكثير اليوم سلاحكم العلم احصل عليه أرقى الشهادات فلتتوفر عندك ليس مهم أن تعمل هنا أو هناك المهم أن تمتلك السلاح سلاح العلم سلاح المعرفة سلاح الوعي هو هذا السلاح به ستنتصر وبه سينتصر الوطن أما إذا خضعنا لترهات البلطجة وأساليبهم فنحن الخاسرون حينما نخضع لليأس للقنوط للانهزام والتراجع فنجعل كل ذلك الانهزام واليأس والتراجع خلف ظهورنا وتحت أرجلنا الصراع اليوم ليس صراعا بالأدوات الملموسة إنما هناك صراع لخلق الهزيمة النفسية ونحن أقوى وأصلب من كل ذلك وقادرون أن نكون أقوى من كل ذلك نعم صراع اليوم صراع إرادة صراع وعي صراع مبادئ صراع قيم فإما أن ننهزم وإما أن ننتظر بقيمنا بإرادتنا بعزيمتنا وأنتم أيها الشباب قادرون إن شاء الله على صناعة هذا النصر في المستقبل الشباب البحريني وعلى كل ما جرى ويجري من الإجراءات والمضايقات أصر ولا زال يسر على التفوق والريادة نعم لن يترك هذا الشباب وهذا الشعب الساحات وأولها وأولها وأكرر وأولها ساحة العلم والتعلم مهما كان هناك تمييز ومهما كان هناك اضطهاد ستقودون بلدكم يوما ما ستكونون الوزراء والرؤساء والمدراء والمعلمون والأطباء ستكونون القادة في هذا الوطن لا تخضعوا لترهات الإعلام لا تخضعوا لأولئك الذين يريدون أن ننهزم نفسيا وأن نكون في الخلف نحن صناع تاريخ هذا الوطن وسنبقى بهؤلاء بالرجال بالأطباء بالمهندسين صنع الوطن من هم؟ أبناؤنا أبناء القرى أبناء هذا البلد الأصيلين بهم صنع الوطن بهم بني الوطن ليس بجهل الآخرين وترهاتهم وبكم أنتم أيضا سيصنعوا الوطن إن شاء الله في المستقبل مشروعنا نحن في الوفاق للشباب ليس كمشروع بعض الأحزاب بفصل الشباب وعزلهم لذلك أنتم جزء من كل هياكل الوفاق وعليكم أن تساهموا فيها في كل هيئاتها ودوائرها ومراكزها فبكم بكم لا بغيركم نبني المجتمع ونبني الوطن دمتم إن شاء الله لهذه الأرض عزاً وفخراً وملاداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر